موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم معي فيديو جديد وصفة جديدة على قناتكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة وأحوال جيدة اليوم نقدم لكم واحد الوصفة اللي جيدة زوينة بثاف ديال الكايك كي يجيب طايب اللاصوس اول حاجة نتعرف على المقادير ديال هذا كلاصوس سنحتاجه معلقة كبيرة ديال كاكاو ومعلقة كبيرة ديال العسل ثلاثة المعلقة كبيرة ديال الحليب معلقة كبيرة ديال الزبدة ومعلقة كبيرة ديال السندة وسكر خاشين نحتاجه كذلك الكيمية من القرقع او لا تقدروا تستعملوا اللوز او لبجوج او تقدروا تستعملوا غير كاكاو اللي يمتوفر عندكم وكذلك كيمية ديال الشوكولة انا استعملت شوكولات السوداء باش ما كانت الكيمية كثيرة باش ما يكون افضل بالنسبة للطريقة سوف ناخد واحد الكاسرولة ضربت فيها الحليب تلتد مع القبر ديال الحليب ونضيف لهم باقي المكونات مع هذا الشوكولة والقرقع نضفت الزبدة سنضيف ساندة ونضيف الكاكاو ونضيف كذلك العسل سوف نضيف هذا الكاسرولة فوق العافية حتى يدب لها تدبز بالدولة العسل ويجنس لها الخالط مزيان مهم ضروري ما يسخن ضروري يسخن لها الخالط غير ما يفاجش يعني يسخن وصافي ومن بعد سوف نضيف الكاسرولة كما تشوفوا كل شيء تجانس وداب ضفت شوكولة وسوف نخلط مزيان حتى يدوب شوكولة سوف نضيف هنا لدي المول سوف نضيف الكاكا نضيف الكاكا سوف نضيف الزبدة ونضيف سوف نضيف السوس ضروري سوف نضيف كاكا سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف ثلاثة جل بيضات كبار قبل معلقة كبيرة الخاميرات الحلويات كأس حليب وكأس زيت وزبدة ونصف كأس ديال السكر ساني ده يعني ما تكترش سكر حي انتاجها داك الخالط داك الاسوس حلو سوفي غادي ندير البيض في واحد الاناء اللي غادي نترب فيه هنا اضفت لها قبيصة ديال الملح غادي نتربه مزيان حتى يترب شوية لها ذاك الرغوة عاد باش نبدأ نضيف له السكر يعني مشي ضروري تضيفه دفوعات سوف تضيفه في مرة واحدة سوفي غادي نترب الخالط مزيان زيان حتي ولي حتي ولي تقيل ولونجيرو يكون ابيض على هاد الشكل هادا من هالطريقة كتعطينا الكيك يكون رطب وخفيف وكذلك الزبدة حتى الزبدة في الكيكة كتعطي واحد القاوام يكون هشيش وارطب دا با غادي نضيف الحليب والزيت والزبدة تقدروا استعملوا غير زيت بوحدة إلا بغيتوا إلا ما توفردش عندكم الزبدة أنا هنا استعملت غير زبدة البواطة يعني مشي زبدة حيوانية سوف نضيف الزبدة والحليب ما نتربش الخالط بزاف يعني غير شوية حتي الجنس لي مع البيض سوف نحبس حين تلا تربته بزاف غادي هبط لي الخالط وهناي غادي نضيف شوية دي الفاني اه لك انتوا غادي استعملوا السكر فانيليا نضيفه من الول مع ثاني دا وصوفي غادي نخلط عو تاني واحد شوية غير خلطة ونحبس وغادي ندوس باش نضيف النواشف اللي هما الدقيق والخميرة ديال الحلويات بالنسبة للدقيقة ركت بقوط طيفه شوية بشوية حتى تحصل على الخالج ديال الكيك المعروف يعني ما يكونش تقين الزوم يكونش غير شوية بشوية وغادي نخلط اه بهذا تقدروا ستعملوا لا سباتول او لا تراب اليدوي لما نخلط غير شوية بشوية من تحت الفوق سافي من بعد ما دفت دقيق ديالي كله خلطت مزيان الخالج انا غادي ندوس باش نخيف المول وفي هاد الوقت يكون الفران ديجا مسخن على مية وستين درجة وعلى حسب الفورن ديالكم يعني اللي حسب الفورن ديالكم مش كيس خن بزاف ولا لا انا مية وستين هي هي الدرجة اللي كتليق لي الكيك حرارة متوسطة ولكن عنكم الفران ديال الجاز غادي تديروا على عافية متوسطة سوفي غادي نحطها في الفران وغادي نخليها حتى الطيب اخذت معي تقريب عن حتى خمسة وثلاثين دقيقة تجي على هاد شكل هاد فاشكال الطيب مسقية بلصوص ديالها كتجي لديدة بزاف 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 نتمنى انكم تجربوها الصراحة يعني فيها واحد المضاق هائل انا صيبت هاد ديتها عند صاحبتي عارتات علي صاحبتي الغضاء وديس معي هاد الكيك وصراحة عجباتها بزاف سوفي قد جعلها هاد شكل هادا آآ يعني زوينة بزاف للمنظر ديالها ولا المضاق من طبعه الحال وما قدحتاش انا نزينوها يعني من بعد سوفي قد طيب في مرة ونسيت ما قلتش لكم فاش تكونوا قد طيبوها تديروا واحد طاوة حتى من هاللي فيها لم يعني ديروا بحلف بام ماغي وحوليا نسيت ما قلتاش من قبل واحد طاوة ديروا فيها واحد كمية ديال الماء وعند باش تحطو فيها المول باش ما يتحرق لنا هادا كلا السوس وصافي بهذا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو كنشكركم على المتابعة وانتلقوا فيديو جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة